أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول لالتزام الحكومة بتطبيق سعر ضماني توريد القطن والذي سبق إعلانه بجلسة مجلس الوزراء رقم 277 بتاريخ الخمس عشر من فبراير الماضي جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء مع وزراء الزراعة وقطع الأعمال العام والاستثمار والتجارة وعدد من المسؤولين وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه اللقاء شهد تأكد دعم الدولة للفلح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم كما تم تنويه على الأهمية القطن كمحصول استراتيجي هام يمثل دعامة أساسية للاقتصاد المصري وتعتمد عليه الكثير من الصناعات